نروح مع حضراتكم للمؤتمر الصحفي اللي تم بالأمس وهو المؤتمر الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات اللي قال في المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة إن الانتخابات الرئاسية القادمة بتمثل حدث هام والحدث ده يمكن كمان زي ما قلنا في بداية الحلقة إن الهيئة بتقف على مسافة واحدة من كل المترشحين للانتخابات الرئاسية وإلا هتتم تحت إشراف قضائي كامل الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة مستقلة تماماً بحكم الدستورة والقانون وتختص دون سواه بإدارة الانتخابات الرئاسية والإشراف عليها ابتداء من أولى خطواتها وحتى إعلان نتيجتها وإصدار كافة القرارات المنظمة لهذا الاستحقاق بالغ الأهمية والإشراف على تنفيذه بالاشتراك مع كافة الوزرات والجهات والأجهزة ذات الصلة وفقاً لما تقضي به أحكام الدستورة والقانون فضلاً عن قيام الهيئة بدورها في النظر في التظلمات والفصل فيها وتنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة المشمولة بالنفاذ وذلك كله في ضوء ما كفى له الدستور والقانون لكل ذي صفة ممن له حق التظلم والطعن على قرارات الهيئة من خلال اللجوء للمحكمة الإدارية العليا وتتعهد الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تكفل لراغب الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال حقهم كاملاً متى توفرت فيهم شروط الترشح واستفاء متطلباتها القانونية والإدارية والتنظيمية والإجرائية حيث ستقدم كل راغب بأوراق ترشحه إلى الهيئة والتي ستقوم بمراجعة سائر الطلبات ومدى استفاء كل منها لما يتطلبه القانون من شروط لتعلن في أعقاب ذلك الكشوف النهائية بأسماء المرشحين الذين سيخوضون غمار الانتخابات الرئاسية وتحدد لهم توقيتات قيامهم بالدعاية اللازمة لعرض برامجهم على جمهور الناخبين تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون إليها في الانتخابات التي ستجرى بكل شفافية ونزاحة وفقاً للمعايير الدولية والوطنية تحت إشراف قضاء كامل ترجمة نانسي قنقر